اهلا بكم من جديد انفينيكس سمارت ايت احدث اصدارات انفينيكس في الفاكتصادية جدا وحقيقة مميز بتصميمه وكمان بالماجيك رينج حولين الكاميرا السيلفي هتعرف على كل الامور دي تفصيلا في فيديو النهاردة لواحد من الموبايلات اللي متوقعناها تبقى ناجحة جدا في الفاكتصادية جدا من انفينيكس متوفر في مصر بدون ضمان محلي في الفترة الحالية بتميز حقيقة بمجموعة من الامور اللي تعتبر يعني في الفاكتصادية تعتبر نادرة زي الزاكرة المية تمانية وعشرين جيجا والتمانية جيجا رام وميزة كده اضافية في وهي ميزة اللي بتظهر حوالين الكاميرا السيلفي. باترية داخلية خمس تلاف ميلي امبير. بتنفي المية زيادة في مستوى الصوت عن طريق ميزة في السوفتوهير تلتاشر ميجا بيكسل كاميرا اساسية. بنبدأ فيديو النهاردة بمحتوية قلبة الشرعة تعتبر متكاملة بشكل كبير. عندنا الموبايل امبتحة قلبة بلاقي الموبايل بشكل عنيك المبهر حقيقة. الفاكتصادية اعتبر واحد من انضف التصميمات الموجودة في الفاكتصادية من انفينيكس. وانفكس حاجة بتتاجه ان هي تقدم موبايلات بجودة عالية وبدزاينات مبهرة في الفاكتصادية. يعني حقيقة شغل عالي جدا من مصممين انفينيكس. شاشة بنشهول كبيرة ومميزة الحقيقة. طيب. غدا النظر عن الموبايل هنجعله كمان شوية. بقى محتويات قلبة الشراء شاحن عشرة وط. وكابل شحنة طيب سي بجودة تعتبر كويسة. واخيرا سماعة سلكية. اه بمنفذ ثلاثة ونصف ميلي او بجيك ثلاثة ونصف ميلي. ومع جراب انا محبتهش حقيقة وتجربتي معكتش لطيفة. جراب ناشف مش عملي. ومش محكم على الموبايل. شكل وتصميم مخامة الجراب الحقيقة ما عجبتنيش. تصميم انفينيكس سمارت ايت واحد من النقاط التميز المهمة جدا في الموبايل ده وفي الفاق اقتصادية. شكل الايفونات رصة كاميرات الايفون هنا بتعتبر لديزة جدا. وفي رين كده حوالين او مربع حوالين الكاميرات مربع وهمي لان ملوش ارتفاع. الجزء ده من الدوائر الخاصة بالكاميرات شايل الفلاش الرباعي. بص ما هنا موجودة على زرار الباور واداء هيعتبر اداء سريع. وحاجة بنفرد بها في الفاق الاقتصادية جدا انه بيقدم يعني ميزة ومتاخدى شوية من الايفون او تقليد شوية للايلاند او خاصة بالايفون. بتدى تسير وطيف كده اثناء فتح الجهاز ببصمة الوج. تدى تسير برضو وطيف كده ونسبة الشاحن لما بنركب الشاحن في مدخل الشاحن. من تحت بنلاقي مدخل الشاحن الطيب سي وده شيء يعتبر كويس جدا في الفاق الاقتصادية. مايك وحيد خاص بالاتصالات وتسجيل الصوت عامة وهنا مانفذ التراتة ونصف ميلي. وسماعة وحيدة مونو مش استيريو. انفنيكس كاب بتميز انه بتقدم استيريو سبيكر ولكن على اي حال فئة السمارت عامة بتقدم مونو سبيكر. فئة الهوت هي اللي بتقدم استيريو سبيكر. وبتفرق اه يعني نسبيا في موضوع السعر. شاشة انفنيكس سمارت ايت من نوع اي بي اس ال سي دي تسعين هيرتز بمستوى سطوع بيوصل لخمس بيت نتس ويعني هتشوفه كويس تحت الضوء العالي ضوء الشمس العالي جدا على سطوع مباشر على الشاشة بيبقى الموضوع بشوية اسنان الاستخدام. بالنسبة للمعالج ودي نقطة مهمة جدا ويعني فيصلية في الموبايل ده. الموبايل ده جايب معالج يونيسوك مش طبع الماركات اللي احنا متعودين عليها من تايوان زي ميديا تيك او الماركات الامريكية زي سنوب راجون. هو ما بين الهيليو جي خمسة وتلاتين لو بنكرني يعني بمعالجات ميديا تيك والهيليو جي تمانين في النص ما بينهم. واده يعتبر اقتصادي ويؤدي الغرض معاك وممكن تلعب لها بعض اللعاب الخفيفة ومشي هتقل عليه في الالعاب. انفينيكس سمارت ايت ما اختلفش عن السمارت سيفن في موضوع التصوير. تجربة موامتازة من ناحية التفاصيل وجودة الصور طالح اي امن الكاميرا دي تعتبر يعني منافس قوي جدا واعتقد ان هي من افضل التجارب في الفعال الاقتصادية اللي هتحصل عليها من ناحية التفاصيل اللي طالعة وحجم اللي طالع من الصور حقيقة مبهر من ناحية التفاصيل والالوان اللي طالعة شغل جميل جدا جدا من انفينيكس ومعبر عن استخدام عدسات محترمة الحقيقة بتقدم تجربة تصوير كويسة جدا بالنظر لكل المنافسين طب نتقل لتجربة الشبكات تجربة شبكات الجهاز ده من افضل ما يمكن وبالنسبة الواي فاي وي كالمعطية طبعا من انفينيكس انفينيكس تقدم تجربة مرضية جدا في الشبكات وكمان تسجيل صوت آآ تلقائي بدون علم الطرف التاني وفيه بروكسونت سنسور حقيقي في الجهاز ده وفيه فلاش امامي بيشتغل كبرضون بالتنبيات اثناء الشحن اخيرا سعر الجهاز ده نسخة الاربعة مئة امانية وعشرين بسعر خمس تلاف وتلتمين جنيه مصري حاليا او يعني فئة الخمس تلاف جنيه ما يوازي مية دولار بالنسبة لآآ الاسواق العربية متوقع لجهاز ده نجاح كبير خاصة لطفل مسلا صغير او آآ شخص يعني آآ من ابهاتنا وامهاتنا الغاليين على قلبنا هيبقى الاجهاز ده مردي جدا جدا بالنظر للزاكرة الكبيرة الداخلية المية تمانية وعشرين والرام هنا الاربعة اللي ممكن يبقى تمانية من خلال يعني احنا مستلف اربعة من الذاكرة الداخلية في البتالي هنا يعتبر تمانية مية تمانية وعشرين جيجا ارقام يعتبر قويسة هتناسب مجموعة كبيرة من المستخدمين بالنسبة لزمن الشحن بالشحن العشر واطن المرفقة اللي بتشيرها حوالي تقريبا ساعتين او ساعتين وربع البطارية الداخلية البطارية الخمس تلاف ميلي امبير هتكفي استخدامك استخدام متواصل ممكن يوم ونص او يومين على الشاشة الاشيديها تبقى ممتازة جدا من ناحية توفير استهلاك البطارية ده كان خلاصة فيديو النهاردة حلقا ارشح الجهاز ده في فئة الاربعة تلاف بسا او الخمس تلاف جنيه مصري حاليا في فئة المت دولار ارشحه جدا بشرط ان انت بس تكون حريص اسناء ما بتشحن الجهاز على اساس سكت الشحن يعني نسبيا بيبقى ممكن يستهلك في خلال سنة او في خلال سنتين فتبقى حريص اسناء الاستخدام وتستخدموش اسناء الشحن ودي نصايح عامة بالنسبة لكل الاجهزة عشان ما يحصلش ضرر لمدخل الشحن او الكابل او يعني التجربة مش تبقى احسن حاجة مع مرور الوقت باشكركم ومتمنى الناس تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناة عشان نقدم لكم محتوى مميز ان شاء الله هنقدم مجموعة يعني اطاقة عن نهاية تبقى قوية جدا خلال الفين واربعة وعشرين وداخلين بقوة وان شاء الله هنقدم لكم خبايا واسرار التكنولوجيا الحديثة في كل تفاصيلها زي ما عاودتكم باشكركم وانك السلام عليكم